دعاء لأب المتوفي في رمضان بالرحمة والمغفرة إن الأب هو الأساس الذي تعتمد عليه الأسرة وفقدانه يمثل مثابة شرخ كبير اللهم ارحم أبي وجميع موت المسلمين واجعل قبره روضة من رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ما شاء الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقبل أن نبدأ أتمنى منكم جميعا أن تعطلوا تعليقاتكم في الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكرمونا بتعليق ولايك ومشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس ليس أمرا كرما منكم فهيا معا جميعا نقرأ دعاء للأب المتوفي اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت السوب الأبيض من الدنس اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اللهم في رمضان ارحم أبي فهو أغلى ما فقط أسألك ربي بكل اسم هو لك أن تغفر له وتنزل عليه في هذه الأيام المباركة ضياء على قبره وسعة تؤنس وحشته واجعله ينام قرير العين مطمئنا برضاك وعفوك يا رب اللهم ارحم من كانوا لطاعتك يصومون واعف عن من شاركون موائد الإفطار في ماظ لن يعود اللهم إنهم بين يديك فأكرمهم يا أكرم الأكرمين بمنازل الأنبياء والأبرار والشهداء اللهم ارحم أبي وجميع من كانوا بيننا وألحقنا بهم في جنان النعيم اللهم في رمضان ارحم أبي وجميع أمواتنا وأموات المسلمين وأسكنهم الجنة وآنسهم في وحشتهم اللهم في فجر هذا اليوم من شهر رمضان المبارك أسألك يا رب أن تنرى قبر أبي كما كان لحياتي نورا وارحمه واجمعني به في جنتك يا أرحم الراحمين اللهم بقدر نوري هارك أنر قبر أبي وبقدر سكون المقابر أنزل السكينة والطمأنينة على روحه وبقدر حاجته إليك ارحم ضعفه وتجاوز عنه اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه اللهم احشره مع المتقين اللهم احشره مع أصحاب اليمين واتجعل تحيته سلاما لك من أصحاب اليمين اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم بشر أبي بالفردوس الأعلى اللهم ارحم أبي بقدر ما أحببته وارحمه بقدر ما فقدته اللهم وسع له قبره وآنس وحشته اللهم انقل أبي من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك يا رب قد أتى رمضان بغير أبي فاللهم اجعل رمضانه في الجنة أجمل اللهم اجعل أبي في هذا الشهر الفطيل وتلك الأيام المباركة سعيدا مسرورا في الفردوس الأعلى وجنات النعيم اللهم ارحم من كان يصوم معنا رمضان في الأعوام السابقة ولم تبلغه رمضان هذا العام واجعل قبره خير منزل بعد فراق هذه الدنيا اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح لأبي في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة اللهم اعذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم املأ قبر أبي بالرضا والنور والفسحة والسرور اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل اللهم ارحم أبي رحمة تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم انظر إليه نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا اللهم أسكنه فسيح الجنان واغفر له يا رحمن وارحمه يا رحيم وتجاوز عما تعلم يا عليم اللهم اعفو عنه فإنك القائل ويعفو عن كثير اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجانبك فجد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك يا أرحم الراحمين يا الله وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس ودعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو وبكم نكبر وإلى لقاء بفيديو آخر جديد مع تحيات أختكم مريانا اشتركوا في القناة